اشتركوا في القناة المستجدات الوطنية لكن أيضا الدولية واللي يرفقني في تحليلها ونقاشها اللي لا كل من الضطف العماري أهلا السلام عليكم مساء الخير مرحبا ماش برهمي تحية ليك ملك برهمي عشوري مساء الخير لكم جميعا اليوم نحكيه على إسرائيل أمام محكمة العدلة الدولية لكن أيضا نحكيه على العلاقات الديبلوماسية التنسية الصينية نحكيه على الديبلوماسية الاقتصادية ككل وسياسة الدولة التنسية في ذلك كذلك عليش بش نستقبله في الجزء الأول علي صالح بن حديد الدبلوماسي السابق والخبير في القانون الدولي من ثم نحكيه على الفلاحة ونحكيه حتى على البيت الداخلي للاتحاد التنسي للفلاحة والصيد البحري ويكون نظيفنا فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري نبدأ بملف الدبلوماسية ونواجه رئيس الدولة قيسة سعيد رسالة تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين بمناسبة إحياء تونس اليوم 10 جنفي الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية أعرب من خلالها أيضا عن اعتزازه بإحياء هذه الذكرى التاريخية وعن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون المثمر بين البلدين ولتعزد خلال السنوات القليلة الماضية لا فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في أطر إقليمية ودولية وذلك بفضل ما يجمع تونس والصين من إدراك قوي بأهمية مزيد تطوير هذه الأواصر تنويحة أيضا أيضا أكد رئيس الدولة على حرص تونس على تقوية الصداقة وشائج الصداقة تفسر هنا بعض اللطفي مع الصين والتأسيس لشاركات جديدة وواعدة في عدة قطاعات مما يساهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المراتب وفق بلاقصاد عن رئاسة الجمهورية منذ لحظات أيضا وزارة الخارجية تشير إلى زيارة مرتقبة بشيقون بها وزير الشؤون الخارجية الصيني إلى تونس أيام 14 و15 و16 جانفي القادم اللي تتزامن مع الاحتفال بستينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين كان اليوم دايوغ استقبل وزير الخارجية نبيل عمار السفير الجمهورية الصين الشعبية بتونس اخترنا أنه نفتح النقاش بهذا الملف الديبلوماسي الاقتصادي زاد لأن الاقتصاد حيز كبير من هذه العلاقات وقت اللي نحكيه على المسألة هذه ونحكيه على هذا التاريخ أو ستين سنة من هذه العلاقات نذكروا اللي في مثل هذا اليوم رئيس مجلس الدولة الصيني زار تونس قبل ستين عام وكان في زيارة صداقة إلى بلادنا وأصدر الطرفين حينها بيان مشترك بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما لطفي مش نبدأ بيك لأنك تصر على إلى جانب من الاهتمام كبير بالعلاقات الديبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية اليوم نحكيه على أنه الشريك الأكبر ربما لتونس واللي أعتدنا به شريكنا التقليدي هو في الغرب خاصة مع أوروبا ومع أمريكا لكن اليوم من خلال ذلك هل نفهم أن الدولة التونسية وديبلوماسية دولة تونسية تتوجه ربما إلى فتح علاقات أكبر كنا نذكروا اللي لفروف كان في زيارة إلى تونس منذ أسبوع قليلة زيارة مرتقبة لها الوزيرة الخارجية الصيني في غضون أيام الأسبوع القادم تواجهات جديدة على ما يبدو بالنسبة للديبلوماسية التونسية حركية كبيرة على مستوى الدبلوماسية الاقتصادية خاصة ومعناها بعد زيارة وزير خارجية روسيا اليوم نتحدث على زيارة وزير خارجية الصين وظهر أنها ستكون زيارة معناها دولة لأنها ستدوم ثلاث أيام إن شاء الله الدولة التونسية تعد الملفات اللازمة حتى تكون هذه الزيارة مثمرة ومثمرة جدا نتحدث على دولة الصين العظيمة علاقات ضاربة في القدم مرحوك نرجع معناها حتى الـ 58 تقريبا تم إبرام أول اتفاقية بين تونس والصين ثم في 64 كانت الاتفاقية التعاون الرسمي لأن تونس ترددت قليلا في الاعتراف معناها باستقلال خلينا نقوله الصين على الأقل مقارنة بدول جوار الجزائر والمغرب والصين معناها اليوم التي تطرح نفسها كلاعب رئيسي معناها خاصة في قارتنا قارة الأفريقية ونعرف حجم الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية ما يميز سياسة الخارجية الصينية أنها لا تخلط السياسة بالاقتصاد لا تحشر نفسها في الشؤون الداخلية للدول التي تتعامل معها وهذا ربما ما سهل اليوم النفس الجديد في علاقة تونس بدولة الصين ما ننسوش لرئيس الدولة التقى منذ أشهر نظيره الصيني في قمة الرياض وهذا ربما ينجب نزيد يعطي دفع كبير العلاقات التونسية الصينية اللي خلينا نقوله ما زالت مختلة جدا لفائدة الطرف الصيني يعني على مستوى المبادلات التجارية وارداتنا من الصين تكاد تكون كبيرة وكبيرة جدا تقريبا هي الدولة الثالثة من حوثه التوريد لتونس في المقابل الاستثمارات الصينية في تونس ما زالت ضعيفة جدا حتى أنها لكاد تكاد تذكر يعني في حدود لربعين مليون دولار كنقارنوا مثلا بصين وعلاقاتها مع الجزائر صحيح ثم علاقة قديمة ثم تقارب ديولوجي لكن حتى كنمشيوا للمغرب نلقاه الصين توا تستثمر في تنجا كمدينة تكنولوجية تنجا تحت ظن اليوم لحدود 2027 قرابة الميتين شركة تكنولوجية صينية هذا هام وهم جدا ومفروض تعاون تونسي الصيني يرتقي على الأقل إلى هذه المراتب ما ننسى وشالي الصين شامت فيها عديد المشاريع الكبرى في تونس هو داني عمو جسر بنزرت جسر بنزرت وربما في ميناء المياه العميقة في المفيضة وجرجيس ونحكيه على المستشفى اللي تبنى في سفاقس وغيرها من المشاريع الكبرى آخر هزاد اللي تم تدشينها في هضبة المنار المعهد دبلوماسية اللي تولت بناءه بالكامل معناها الصين يعني هنا نحكي على دولة عظمة نحكي على شريك هام عنده ثقل كبير وكبير جدا اليوم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي شفنا كيفاش الصين أرغمت تقريبا مجموعة البريكس على القبول بدولة أثيوبيا وهنا يوريك معناها قيمة البلد وبالتالي توجه هام مش معناها مش نقطعه علاقات التقليدية لكن في إطار تنويع وفتح شراكات جديدة وخاصة الاستثمار في هذه الشراكات واعداد الملفات الضرورية والمدروسة بدقة حتى تكون فقط مزرد زيارات مجاملة هي مهم جدا هذا التنويع يعني أنه الدبلوماسية تكون طالقة يديها وذراعاتها في مختلف المستويات لكن سؤال جوهري ومحوري اليوم من خلال المشاريع اللي كان يعدد فيها لطفي أو حتى من خلال استغلال هل تقلب الموازين في علاقة بالواردات أو حتى في الميزان التجاري وتونس ربما تكون فاعلة أكثر فيه هل أنه هذا التوجه نحو الصين نحو روسيا قد يفرض على الاتحاد الأوروبي على أوروبا شريكنا التقليدي أنه يغير من تعاملاته ويخلق نوع من الديناميكية ونوع من الندية اليوم لأنه اليوم ما هو وحده على السوق ما هو وحده على المشهد على مستوى المشهد الاقتصادي الدولي ثم جنبه الصين ثم جنبه روسيا زوز عمالقة فرضين قوتهم فرضين دبلوماسيتهم فرضين اقتصادهم على العالم الكل صحيح هو سؤال يطرح خاصة لما نقارن بين الهيكلية اللي موجودة عند البلدان أو المحاور اللي نتعاملوا معهم تقليديا من نوع الاتحاد الأوروبي اللي حتى في مستوى داخلي يعاني من بعض البطء ومهوش بالسرعة وبالنجاعة اللي تنجم تكون موجودة عند الروسيين وخاصة النا الصينيين لأنه هنا نضيف ممكن على الكلام اللي قالوا سيلوتفي أنه في الصين القطاع الخاص فيه تناغم تام مع القطاع الحكومي والقطاع العام يعني قرار الاستثمار وقرار ضخ الأموال هو قرار سياسي ما يتعداش بالمراحل اللي يتعدها مع الشريك الأوروبي على سبيل المثال فهذا يمكن من أنه القرار الاستثمار هذا يتم تفعيله بسرعة ويتم أيضا ضخ الأموال والبحث عن النجاعة في حيز زمني قصير ما ننساوش زادة أنه الصين من مصلحتها أنها تكون موجودة في بلدان شمال إفريقيا خاصة لو نستحضر برنامج الطريق الحرير الصين اللي هو مهم جدا كبرنامج استراتيجي بالنسبة للبلد العظمى هذية واللي تونس نجم تلقى فيه بلاسة ممتازة نظرا لموقعها جغرافي أولا ونظرا أيضا لعدد من العوامل الأخرى في جميع الحالات التعامل مع الصين بالنسبة لبلد في وضعية تونس الجغرافية والاقتصادية أصبح حاجة لا بد منها وطريق الحريرة الذي أصبح مشروعا مقلقا للطرف الأوروبي وأيضا للطرف الأمريكي شيء اللي يدفع أمريكا إلى إيجاد أو خلق ديناميكية أخرى ومشروع آخر ينجم يواجه به ويقطع الطريق أمام طريق الحرير ماجد تحديدا هو مشروع الحزام والطريق يعني أنت لق من فكرة طريق الحرير من فكرة الرحالة الصينية الذي وصل إلى أفريقيا في عصر الماء يعني صين دولة تركز على ما هو تاريخي وثقافي وتربطه بالحاضر وتوظف تاريخها لصناعة الحاضر وتغزو من خلال هذا التاريخ تصنع من خلاله قوة ناعمة للولوج إلى الشعوب الأخرى عندما يأتي الصيني يعطيك لمحة على التجار السينيين عبر التاريخ كيف تعاملوا مع الشعوب في وقت ما إلى غير ذلك ويسوقون أنفسهم على أنهم معناها دعاة خير وسلام وإلى غير ذلك وليس دعاة حروب واستعمار وهذا ما يساعد الصين على ولوج الأسواق الجديدة في إفريقيا وفي غيرها يعني مشروع الحزام والطريق وأعتقد أنه من الأشياء الإيجابية القليلة التي انخرطت فيها تونس في فترة حكومة يوسف الشهد أعتقد تم توقيع الاتفاقية سنة 2018 على ما تذكر لكن للأسف الشديد لم نستغل هذه الاتفاقية كما يجب ربما هو تقسير تونسي ربما هو تقسير من الطرف الصيني الذي لم يأتي بكل ثقاله إلى تونس مثل ما ذكر سيلوتفي منذ قليل مقارنة بالجزائر أو المغرب إذا فرضنا وأن الجزائر شريك استراتيجي وتاريخي في المنطقة فأن المغرب يعتبر شريك حديث والصين تلقي بكل ثقالها في المغرب المغرب الذي عرف معناها بعلاقاته الغربية وبانتمائه إلى الفضاء الأوروبي الأمريكي لكن هذا لم يمنع المغرب من أنه يتمكن من جلب الصينيين وجلب الروس أيضا وإحنا سؤال نرجع ديما للسؤال المحوري كيف تستفيد الدولة التونسية من تفعيل هذه الديبلوماسية الاقتصادية من 60 سنة من العلاقات مثلا نحن نحكي اليوم على الصين من العلاقات الصينية التونسية هل أنه فعلا بدأت الدولة التونسية والديبلوماسية التونسية ترسم ملمح جديدة لهذه العلاقات لا أعتقد ما زالت خطوات محتشمة ملاك عليش مثلا مش لقاء قمة رئيس جمهورية يذهب إلى بيكين أو يستقبل في تونس رئيس صيني نمشي للمدى البعيد الزيارة يعد لها معناها سلفا وتكون معناها يكون مصحوب بعدد من الوزراء معناها الاقتصاديين الهمين برجال العمال بغير ذلك معناها الفاعلين في المجال الاقتصادي ولا نكتفي زيارة وزارة خارجية لا مهمة ملاك لكن لا ترتقي إلى مستوى القمة في القمة في اللقاء بين رواسات الدول تكون القرارات أكثر فاعلية وأكثر أهمية ويكون لها أكثر دفع في هذا الإطار وبالتالي ديما نعود ونذكر وأنه لابد من زيارة إلى موسكو عبر التاريخ لم يحصلوا وأنه ضربنا إلى موسكو موسكو ثم معناها بيكين أيضا لأنه بيكين ثم زيارات صارت في عهد الرئيس بن علي وفي عهد الرئيس بن علي أحنا خلينا نبنيه على الإيجابي الإيجابي اللي عندنا اللي اليوم عندنا معاملات تجارية قوية جدا مع الصين كيف يمكن استغلالها والاستفادة منها وتحويلها إلى صالح الطرف التونسي لدينا مشروع أخر على فكرة مشروع فصفات سراورتين زيادة المؤخرة أن الصين تحب تستثمر فيه وإن شاء الله يكون الاستثمار هذا لمصلحة تونس واتفاقياتنا مع دولة الصين على مستوى معناها على الأقل إذا مش الحد من وارداتنا من الصين إلى معناها زيادة في صادراتنا إلى دولة الصين وهنا عندنا من صدر للصين يعني لو أنو نقوم بمجهود إضافة خاصة على مستوى التصدير فما برشة ما يتصدر خاصة من تجاتنا الفلاحية واللي تلقى بالكبير برشة في دولة الصين وخاصة زيت الزيتونة اللي عليه أقبال كبير ياسر من قبل المواطن الصيني لكن تهو السوق الصينية وللأسف مزالت تقريبا تقبل على الزيوت الإيطالية والإسبانية لأنها لا تعرف خصائص الزيوت التونسية المسألة الثانية التكثيف من عداد السياح الصينيين إلى تونس نتذكره 2017 تم رفع التأشير على المواطنين الصينيين وبالتالي ديوان السياحة وزارة السياحة سفرتنا في الصين تنجم الضعف من المجهود باش معناها نضعفه في أرقام السواح الصينيين وخاصة ساح الصينيين يعني عقدة عقدة مفصلية هو مدى تعهد الدول هذه باحترام مبدأ الصين الواحدة وهو مبدأ في العقيدة السياسية لدولة الصين أي الاعتراف بطيوان كجزء لا يتجزى من دولة الصين العظيمة هذه في الفلسفة السياسية الصينية يعني تقريبا هي مربط الفرس في تونس عنها تقاليد دبلوماسية معناها اعترفت بهذا المبدأ واحترمت معناها وحدة الدولة الصينية الشيء اللي تقدم فيه دول الغرب احترازات كبيرة وكبيرة يسر اختم وقول انه راومي يلزمناش زادا تعاملوا مع دولة الصين وكأنها الاب نوال سانسرابالو بار نوال اللي بيش يجيب لنا الهدايا ويحللنا مشاكلنا الكل هذه الدولة واقعية عقلانية نذكره التصريح انتع سفير الصين اها لكن صح تونس بالعودة الى صندوق النقد الدولي هذه الدول عندها اقتصاديات عظمى لا تريد ان تغامر مع اقتصاديات مجهولة المقالات وبالتالي ما نزينوش المقال المسألة ونعتبر انه وكأنه توتر علاقتنا مع الغرب وبالتالي هناك معناها بديل سهل لا رأي فرمنا احنا قلنا لدون احنا نرد على القراءات اللي وكأنه تونس معناها تتغنج في موقعها واذا غضبت من الشق الغربي فنمشي للمعسكر المقال يبقى يبقى فقط نعاود نكرر انه ما يحترم في السياسة الخارجية الصينية انها لا تحشر نفسها في شؤونك الداخلية خلافا للدول الغربية اللي مساعدات الاقتصادية او حتى التعاملات تشترط بالمناخ السياسي وما تحترام للمسار الديمقراطي وغيره احنا بش نقعد في المحور الديبلوماسي مروان الجديد ايضا انه اليوم رئيس الدولة يشرف على موكب تسليم اوراق اعتماد لسفراء جدد في بلادنا في الخارج اه لا بدنا بالعكس به نبدأ وهذا يا انفات موكب تسلم اوراق اعتماد سفراء جدد معتمدين بتونس وهم على التوالي سفيرة مملكة السويد ايضا سفيرة الجمهورية العربية السورية سفيرة جمهورية اليونان جمهورية ايضا سربيا و الجديد موكب اخر لتسليم اوراق اعتماد لسفراء تونس في بلدان اخرى هما زوز بالاساس سامي نقا سفير تونس لدى رومانيا وزيادة السعداوي سفير تونس لدى الكود ديفوار هذي جديد شنو اللي شد انتباهك في الموكبين خلط ثم سفراء في تونس من تونس البر وثم البر من جيين لتونس اللي خص للسفراء اللي باش يخدموا في تونس بتبعه الحال اخيرا السفير السوري اخذها سلم اوراق اعتماده لرئاس للجمهورية وانا يظهر لي معنتها بعيد على في الحالة هذي النجم ويظهر لي نبعده شوي على البراجماتية والواقعية نعتبر وانو عنا برشا منصلحوا مع سوريا فيما ارتكبته تونس بين ظفرين وتونس الرسمية في وقت من الاوقات توجاه الدولة السورية لانو على المستوى الشعبي ظهر لي عمرها ما تبدلت الامور وكانت ديما علاقات متع محبة وإخاء فبالتالي عنا برشا ما نصلحوا معا الجانب السوري وفيما يخص السفراء اللي خارجين من تونس ماشيين للخارج الركز خاصة على السفير اللي بشي تسمى في الكون ديفوار كان سمعنا برشا على توجه تونس الى عمقها الافريقي وتوجه تونس نحو بلدان الجنوب والعلاقات جنوب جنوب وكيفاش نخدم عليهم وكذا مع تأخر كبير في التسميات واللي هو للأسف يكلفنا وقت ويكلفنا مجهود لكن تقعد حاجة بها هو أنه على الأقل المنصب هذي ما يقعدش فارغ وخاصة نخدم عليه بطريقة تحسن صورة تونس لدى البلدان هذي لأنها تمست برشا في العام الاخيراني ونرجعوا في مرحلة أولى إلى مستويات الشراكة التي كانت موجودة في السابق المسؤولية كبرى المسؤولية مهمة في ظرف حساس صورة تونس تنتقل عبر بعثاتنا عبر سفرائنا عبر ممثلين والمهمة على عطقهم كما هي موكولة إلى الحكومة هنا بطريقة كبيرة ومرهقة في بعض الأحيان كيفما هما نفس المسؤولية في التسويق لتونس والتسويق للصورة خلينا نقوله الناس على تونس وعنا أمثل هنا أنت صفراء أجانب يشتغلوا في تونس وشفنا الدور اللي لعبوه في خدمة بلادهم كنا نتذكر سفيرة الكندا نتوى سفير أندونيسيا أندونيسيا صحيح معناها اللي أبهرنا والنواحد مننا تقريبا وغيره من السفراء اللي معناها تجاوزوا مجرد الدور البروتوكولي الديبلوماسي ولعبوا أدوار كبيرة في التعريف بلدانهم تونس اليوم تحتاج إلى نوعية جديدة من السفراء فإذا ماهوش في مجرد التعيين بل أنه في فلسفة جديدة لعمل ووظيفة السفير وقلت هنا وكرر مفروض أن السفراء اليوم يتعينوا وفق عقد عمل وإنتاج أنت عينتك سفير بش تمثل دولة تونس وما أدراك وبالتالي فما معناها أهداف لابد من تحقيقها ونحاسبك عليها في نهاية كل عام تقول لي إش عملت على مستوى الديبلوماسية الاقتصادية على مستوى التعريف بتونس على مستوى معناها التعريف بالحضارة التونسية بالثقافة التونسية على مستوى ما تنجم تجيبه من عقود استثمار التونس على مستوى ما تنجم تخرج ومن هنا من عقود تشغيل مع ذلك منظمة لتوانسة خارج تونس هذه كل من عديد النقاط اللي مفروض يلتزم السفير بتنفيذها ونقطع معاها كل يمشي في سفارة وكأنه مشاه معناها في خلاعة وتكون معناها تقريبا كما وجوده كما أبلاش بالنسبة للزوز السفراء اللي سلمهم اليوم السيدة الرئيس أوراق الاعتماد خاصة سفيرنا في الكود ديفوار به برش أنه على الأقل وقت اللي مش يمشي هو قبل الكيب ناسيونال نحن نعرف اللي كان مش تنتعليق في الكود ديفوار وما كناش نتصور الكيب ناسيونال تمشي ما تلقاش حتى سفير غادي وبالتالي هو سبق هو ويخلطوهما دونت كلك جور على الأقل كيت هز درابو التونسي في كود ديفوار يكون فما عنا التمثيل الدبلوماسي في أرفع مستوى يبقى معناها استقبال رئيس الدولة للسفير السوري في تونس أنا نعتبره أكثر من مجرد معناها لقاء دبلوماسي تقريبا هو إنهاء ما يسمى بالربيع العربي وإنهاء رسمي للمؤامرة اللي تعرضلت لها سوريا والشعب السوري واللي وللأسف تورطت فيها تونس الدولة عندما قبلت بتنظيم مؤتمر أصدقاء سوريا وكان في الحقيقة مؤتمر أعداء سوريا ونتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبيرة ياسر فيما لحق سوريا وهذاك عليش أنا كمواطن تونسي بسيط رحب ترحيب خاص بسعادة سفير سوريا في تونس وإن شاء الله يبدأ عهد جديد من العلاقات التونسية السورية ويكون محصل في السنوات السوداء حيال الشعب السوري مجرد قوس نغلقوه بمزيد تمتين العلاقات بين شعب تونس وشعب سوريا لأنه العلاقات قديمة وعريقة جدا وما يسودها كان الحب والاحترام وهذاك عليش ترحيب خاص بسعادة السفير السوري في بلاده تونس طبعا من لك معناها الصفراء معناها نوبيرك هذه التعينات التي ربما بعضها تأخر قليلا خصوصا معناها السفير ساحة العاج كوديفوار اللي أهم فيها هو البنك الافريقي للتنمية من أهم الداعمين للاقتصاد الوطني مهم جدا وأنه كان من المفروض سفير تونسي في يامو سكر وأعتقد العاصمة السياسية الجديدة يعني وأنه بقاء ساحة العاج أو كوديفوار دون سفير تلت فترة الماضية أعتقد أنه خطأ استراتيجي الحمد لله تمتل فيه وأعتقد أنه لا يجب أن يتكرر يعني كوديفوار مثل أثيوبيا أثيوبيا دولة مقر للاتحاد الافريقي وكوديفوار هي دولة مقر للبنك الافريقي التنمية الذي يعتبر من أهم الداعمين الاقتصاد التونسي وبالتالي معناها نتسأل لماذا بقيت كوديفوار دون سفير خلال الفترة الماضية المهم تسألنا حتى في العديد من الدول الافريقية التي كان فيها فراغ تتفكر وقت الانتخابات وقت التسكيات وقت الترشحات وقت التصريح على أفريقيا تريح هذا الموضوع فضل السؤال الذي يطرح معناها إن شاء الله يكون الصفراء الذين تم تعيينهم يمتلكون الكفاءة لازمة لأنه نعرف وحن التعيين الذي يتم في وزارة الخارجية عن السنوات أصبح السفير يجب أن يكون ابن الوزارة هذا بضغط من نقابة الخارجية وبالتالي معناها حرمنا من شخصيات مثلا لديها علاقات هامة ونافذة في بعض الدول اللي كان بإمكانها وأنه تخدم تونس لم يعد بإمكانها وأنه يتم تعيينها السفراء بطبيعة الحال موجودين فيها توينسا مستقلين يعني ولا يمثل الدولة التونسية أنه تمام في كورونا مثلا استعملوا استعملوا علاقاتهم في سوريا وفي غير سوريا من أجل جلب التلقيح ومن أجل التأثير نحن لا نحن ضد تعيين أبناء وزارة الخارجية لكن زادة يجب أن تكون فما معناها تم إمكانية تتعين أشخاص فاعلين في دول معاينة وقادرين أن ينفعوا تونس في الدول هذه وتكون علاقاتهم متينة وعندهم لوبياتهم وبالتالي تشدد وزارة الخارجية في المسألة هذه المهم اللي أحكي فيه توا ماجد رأوا أنك تكون سفير مش مجرد ارتقاء مهني في الوظيفة بدأت نجموا نعاولوا على عدد من الإطارات وزارة الخارجية لكن زادة فما شخصيات رمزية واعتبارية عندها إشعاع كبير دوليا مهم جدا أنك تعاول عليها شفنا الدول الأخرى تعاول حتى على كبار مبديعيها وكبار مفكريها وشغله منصب سفراء وبطبيعة الحال كان الإشعاع معناها فوري أنهي بي الكود ديفوار يلزمنا نحكي وعلى حجم المشاريع التونسية اللي قاعدة تصير في الكود ديفوار اليوم عنا حركية كبيرة يا يسر عنا عديد رجال الأعمال التونسة اللي يمشيوا وقاعدين يستثمروا في الكود ديفوار وهنا مفروض إضافة إلى تعيين السفير اللي أنا رأى تأخر برشا أنه زادة تونس الجوية تنخرط في هذا المسار حتى تدعم التبادل الاقتصادي بين رجال الأعمال التونسة ونظراءهم في الكود ديفوار والكود ديفوار تشهد في نهضة اقتصادية كبيرة برشا تاوي تابعوا التونسة لبعض منها أثناء معناها فعاليات اللي كان جاية مواصلين أخبارنا بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر